أعلنت مؤسسة صناع الخير لتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اطلق تشغيل تجريبي لمركز استدامة لتدريب وتأهيل السيدات القرويات المعيلات بقرى الغلالب غرب أسوان وذلك بهدف إحياء الحرة في نوبية تراثية يأتي اطلق التشغيل التجريبي لمركز استدامة بقرى غرب أسوان ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال صناع الخير في التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات في أنحاء الجمهورية بنشرف بإطلاق التشغيل التجريبي لأول مركز من مراكز التحالف الوطني للعمل أهل التنموي من خلال مؤسسات صنع الخير لإحياء الحرف التراثية في جنوب مصر النهاردة إحنا موجودين في الغلالاب في غرب أسوان عشان نطلق التشغيل التجريبي لمركز استدامة لإحياء الحرف النبي وإحنا منتضرب في العرضيون والمحفظة والمشنة وكده فما كناش عارفين نصدر جات شركة صنع الخير مؤسسة صنع الخير جات صدرت لنا الحاجات وجابت لنا الإمكانيات وكده